نعم نحن كلجنة دولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري دائما على تواصل مع كل الأطراف لتسهيل العمل الإنساني للجنة من دون تعاون كل الأطراف على السماح لنا بالعمل في كل سوريا وبالأخص في حلب لا نستطيع العمل اليوم منذ نيسان 2016 كنا نطالب كل الأطراف بالتوافق والسماح لنا بالدخول الآمن والمتكرر إلى الأماكن التي هي تتعرض لمعارك شرسة وهناك الآلاف من المدنيين مهددين في الموت أو أضرار أخرى ولكن لسوء الحظ لم نستطع الوصول عبور خطوط التماس منذ شهر نيسان 2016 لمساعدة الأشخاص العالقين في داخل الأحياء الشرقية من المدينة